اشتركوا في القناة في تأملات قرآنية والآية التي نشرف بالحديث حولها وعنها هي قول الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن وجورهن معصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبيط عمله وهو في الآخرة من الخاسر نقول مستعين بالله جل وعلا هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها قول ربنا اليوم أن أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وكان هذا في يوم عرفة وبه بيان كمال الدين من حيث العبادات ثم بيّن جل وعلا في مناسبة هذه السورة مسألة كمال الأمور المتعلقة بحياة الناس المعيشية فقال ربنا جل ذكره اليوم أحل لكم الطيبات وليس المقصود هنا يوما بعينه إنما في ماضي الزمان وحاضره ومستقبله لأن هذا الدين خاتم الأديان ولا يقبل الله عز وجل غيره ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الرسول فنحن معشر المسلمين حظه من الأمم وهو عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين وقد قال أحد الموفقين ومما زادني شرفاً وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي صلوات الله وسلامه عليه والطيبات جمع طيب وهو ما تستلذه النفس وتستلذه الحواس هذا في الأشياء التي يتعامل معها الناس أما الطيبون من بني آدم فهم من تخلّوا عن الجهل والفسق وقبائح الأعمال وتحلّوا بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال لكن المراد هنا ما أحباحه الله جل وعلا لعباده اليوم أحلّ لكم الطيبات وقد قال أحدهم شربنا شراباً طيباً عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب شربنا وأهرقنا على الماء شربةً وللأرض من زاد الكرام نصيب قال ربنا اليوم أحلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم أولاً من المقصود بالذين أوتوا الكتاب هم قطعاً بالإجماع اليهود والنصارى فهم أهل الكتاب لأن الكتاب أنزل على موسى وهو التوراة وأنزل على عيسى وهو الهنجي فالمراد اليهود والنصارى هل يدخل فيه من تهوّد أو من تنصّر من العرب على خلافٍ بين العلماء لأنه من المعلوم أن موسى إنما بعث لبني إسرائيل وكذلك عيسى عليه السلام إنما بعث لبني إسرائيل لكن بعضاً من العربي تهوّد مثل بعض يهود اليمن وبعضهم تنصّر مثل نصارى نجران ونصارى تغلب وتغلب قبيلة عربية يقابلها من يقال كذا وتغلب من الأول؟ بكر بكر وتغلب وهم ابناء وائل قبيلتان عربيتان عدنانيتان شهيرتان وهما اللتان وقع بينهما ما يعرف بحرب البسوس بين بكر وتغلب وقد قال الكوميت ولاختلف الحيان بكر وتغلب والمقصود أن تغلب كانت قبيلة نصرانية وسيأتي لماذا ستردنا هنا في هذا البيان فقال ربنا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الطعام أيها المبارك ينقسم إلى ثلاثة أقسام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام قسم لا تدخله الصنعة قسم لا تدخله الصنعة مثل الفاكهة فهذه الفاكهة تقطف من الشجر ولا علاقة لزيد أو عمر كافر أو مؤمن بها فهي ناضجة تقطف وتؤكل فهذا لا علاقة له بالآية لا علاقة له بالآية فالله لا يتحدث القرآن هنا عن الفواكه عن البر عن الحبوب التي تأتي ناضجة ولا علاقة لأحد بها لا مؤمن ولا كافر هذا النوع الأول النوع الثاني طعام تدخله الصنعة الآدمية تدخله الصنعة الآدمية مثل الزيتون إذ يعصر فكونه يتحول من زيتون إلى عصير هذا يحتاج إلى معالجة بشرية وكذلك الحب القمح مثلا حتى يطحن ويصبح دقيقة هذا يحتاج إلى معالجة بشرية لكن المعالجة البشرية هنا لا علاقة لها لا بالدين ولا بالنية لا علاقة لها لا بالدين ولا بالنية فهي غير داخلة في الآية أضحى كم قسم مر معنا قسمان بقي قسم ثالث هذا القسم الثالث يتعلق به الدين والنية يتعلق به الدين والنية وهو ما يعرف بالذبائح وهو ما يعرف بالذبائح هذه الذبائح هي المقصودة بالقرآن هنا هي المقصودة من هذه الآية قال الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذن ما المقصود بطعام أهل الكتاب ذبائحهم ليس المقصود بالفاكهة التي تأتي من لدنهم أو من البر أو من عصير الزيتون أو ما أشبه ذلك هذا لا علاقة له بالدين وهذا حل للمؤمنين إلا أن يأتي مؤمنون يستقدر من صنيعهم هذا مسألة أخرى تتعلق بشخصه لكنها ليست مقصودة على الصحيح بالآية وإنما الآية تنصرف إلى ما يعرف بماذا بالذبائح لأن الذبائح لا بد فيها من الدين ولا بد فيها من النية ولا بد فيها من النية فقال ربنا جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب لكنه ينبغي أن يعلم أن ذبائح أهل الكتاب هنا يستثنى منها أمران يستثنى منها كم أمران أو حالان الحالة الأولى ما حرمه الله علينا بعينه فهذا ذبحوه أو لم يذبحوه ذكوه أو لم يذكوه أصلا هو حرام مثل الخنزير فالخنزير عياذا بالله حرام عينا حتى لو جاء نصراني وسمى الله وكبر واستقبل القبلة وذبح الخنزير على القبلة فهذا لا يقبل لماذا لا يقبل؟ لأن الخنزير في شرعنا محرم عينا أو لحم خنزير فإنه رجز فلحم الخنزير محرم عينا فما حرمه الله عينا مثل الخنزير ولا غيره إلا الدم فهذا لا يدخل في قول الله جل وعلا وطعام أهل اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم واضح؟ بقيت ماذا؟ بقيت حال أخرى هنا الخنزير حرمه الله بعينه ثمت أمور ثمت بهيمة الأنعام حرمها الله بوصفها حرمها الله بوصفها الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهذه كلها محرمة بوصفها فحتى لو جاء نصراني واستقبل القبلة وسمى الله وكبر أو حتى لو جاء مسلم واستقبل القبلة وسمى الله وكبر في ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو متردية فهذه لا تجوز لماذا لا تجوز؟ لأنها محرمة بالوصف والخنزير لحمه محرم بالعين وإن كان لحم الخنزير هنا المقصود به الخنزير كله على الصحيح واضح هذا؟ هذا مما يجب أن يلتفت إليه قال ربنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما عدا ذلك فالأصل أن الله أباحه لنا فنحن نسمي الله عليه وماذا؟ ونأكل نسمي الله عليه ونأكل وماذا نقول؟ نقول بسم الله ولا نقول كما بينا يظهر لي في أول الدروس لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم لم ينقل فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طعم إذا أكل يقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يقول بسم الله قال ربنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم أي ذبائحكم حل حل لهم وهذا إشعار إيماء إشعار وإيماء أن هناك نوع من المخالطة يمكن أن تقع ما بين المسلمين وما بين أهل الكتاب لأنه لا يتصور أن نأكل طعامهم ويأكل طعامنا ولا خلطة بيننا قد يكون هذا بعيدا لكن ليست الخلطة بلازم أو مندوب إليها لكن الآية تشعر بإيماء أن هناك إذن أن هناك إذن بجواز الخلطة أحيانا بين المسلمين وبين الكفار إن لم يتكن الدار دار حرب ظاهر هذا نحن معشر المسلمين أباح الله لنا من المطعومات من الذبائح بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم وهذه الثلاث تسمى في شرعنا بهيمة الأنعام وهي التي تحل لغيرنا أن نطعمهم منها وهي تكون وهذا السطرات تكون في الأضاحي وتكون في المطعومات العادية فأما الأضاحي فاختلفوا أيها أفضل الهبل أم البقر أم أم الغنم الغنم الكبش يعني هنا أريد به الكبش ولا بهيمة أن الغنم تطلق على هذا الضعن وعلى المعز جمهور أهل العلم على أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم وذهب مالك رحمه الله ومن وافق وهو الراجح عندي إلى أن الكبش أفضل لحالين الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي بالمدينة لا يضحي إلا بالكبش فلو أنه عليه الصلاة والسلام في أحد أعوامه ضحى بغير الكبش لقلنا بما قال به الجمهور والأمر الثاني أن الله جل وعلا فدى به الذبيح من ابن إبراهيم فدى به الذبيح من ابن إبراهيم قال الله جل وعلا فلما أسلم أي الأب وابنه وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الروية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ولا خلاف بين العلماء أن الذي فدي به إحده ابن إبراهيم الذبيح من ابن إبراهيم إنما كان كبشا نزل به جبريل من من السماء وقد قال بعضهم ممن يروى عن كعب الأحبار أو عن غيره أن هذا الكبش هو الذي تقرب به هابيل إلى من إلى ربه فمكث يرعى في الجنة حتى فدى الله جل وعلا به أحد ابني آدم أحد ابني إبراهيم إما إسماعيل وإما إسحاق والله أعلم من كان الذبيح والمقصود من هذا الترجيح على أنه في حال الأضحية يكون الكبش من الضأن أفضل الأضاحق لصنيع النبي صلى الله عليه وسلم تقول حديث أنس حديث عائشة وغيرها أضحى بكبشين أم لحين أقرنين صلوات الله وسلامه عليه كذلك من الاستطراد العلمي في هذه المسائل أن الضأن كما تلحظ لم يكشف الله له عورة ولهذا قال بعض من يُعنى بمثل هذه الأخبار إن النعجة من أكرم الدواب على الله لأن الله ستر عورتها لأن الله ستر عورتها الأضحية هو العقيقة العقيقة ما يُضحى عن من ما يُذبح فرحاً بالمولود شاتان عن الذكر وشات وشات عن الأنثى لكن الفرق بينهما أنه في حالة الأضحية تُجزي الإبل عن عن سبعة والبقرة تُجزي عن سبعة أي يشترك الرجل ورجل آخر أهل حي صداقات قرابات لكن العقيقة لا لا اشتراك فيها لكن العقيقة لا اشتراك فيها إن ضحى بالإبل إن عقى يعني لبح عقيقة إبلاً أو بقراً جاز لكنه لا يشترك فيه أكثر من شخص واحد واضح هذا فإذا اجتمع للرجل أن وافقت عقيقة ابنه أو ابنته عيد الأضحى ضحى وأغنته الأضحية أن يذبح عقيقة عن ماذا عن مولوده ذكرًا كان أو أنفى واضح فيدخل في قواعد الشرع دائماً الأصغر في الأكبر يدخل الأصغر في الأكبر ولهذا نظائر لهذا ماذا؟ نظائر ما معنى نظائر؟ مثيل شبيه من ذلك أن الإنسان يدخل المسجد والإمام راكع وهو يريد أن يدرك الركوع وهو يريد أن يدرك الركوع فالأصل أنه يلزمه كم تكبيره؟ يلزمه تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع الخفض للركوع لكن لو أنه اكتفى بتكبيرة الإحرام تدخل تكبيرة الخفض للركوع ضمن واضح؟ فهذا أصغر دخل في أكبر ونظيره أن طواف الوداع ليس طوافاً مقصوداً لذاته ونظيره أن طواف الوداع ليس طوافاً مقصوداً لذاته وإنما المقصود أن يكون آخر العهد بالبيت أن يكون آخر عهد الرجل بالبيت فلو أن إنساناً أخر طواف الإفاظة حتى كان آخر شيء يصنعه في النسك طواف الإفاظة أضحى هذا الطواف إن بعده غادر مكة أصبح يندرج فيه طواف الوداع ولا حاجة لأن يطوف الوداع واضح؟ يدخل فيه رجل دخل المسجد فالأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يلزمه تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن صلاة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها إنما المراد أن لا يكون جلوس إلا بعد صلاة فلو دخل الآن نحن فرغنا من صلاة العشاء لو دخل أحدنا المسجد والإمام يصلي هل نقول له صلي ركعتين ثم أدرك الإمام لا يقول بهذا أحد لماذا؟ لأنه لم يجلس هو أتى إلى الصلاة واضح؟ فأصبح غير المقصود دخل في المقصود غير المقصود دخل في المقصود وأنا استضرد عمدا حتى تتوسع مداركك لو أنك سمعت المؤذن لصلاة الفجر وأنت في بيتك فقدمت المسجد لتدرك الإمام بصلاة الفجر فدخلت المسجد والإمام لم تقم الصلاة بعد فبكم ركعة أنت مطالب؟ نجيبه بركعتين تحية المسجد أم ركعتين الفجر أنت مطالب بركعتين الفجر تحية المسجد ليست ليست مقصودة المهم أنك لم تجلس إلا بعد أن أديت ركعتين لم تجلس إلا بعد أن أديت ركعتين ظاهر هذا شخص صلى العشاء ثم نام ثم قام من الليل ثم صلى ركعات مثنى 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 ولم يوتر ولم يوتر ثم غفى ثم استيقظ قبل أن يؤذن الإمام لصلاة الفجر فلو نفرض أنه في أحد الحرمين لأن الصلاة في الحرم لها فضل فأراد أن يدرك الصلاة في الحرم في المسجد النبوي مثلا أو حتى في أي مسجد آخر لكن تلك يعني هناك رغيبة على أن يذهب مبكرا فأتى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن فصلى ركعة واحدة خوفا أن يدركه الصبح كم ركعة صلى؟ ركعة لأنه بقي له الوتر ثم جلس جلوسه صحيحة وغيره صحيح صحيح لأنه لم يجلس إلا بعد أن صلى ولو كانت الصلاة هنا ركعة واحدة لأن المقصود من الحديث أن لا يجلس إلا بعد صلاة لكن لما كان أقل ما يتصور في الغالب من النوافل من الصلاة ركعتين قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واضح هذا هذا الفقه في الدين يعين المؤمن على عبادة ربه وهذا استطراد حول قول الله جل وعلا اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وفي اللقاء التالي إن شاء الله سنعرض لقول ربنا جل ذكره والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين